مدرسة لرويحة الأساسية المختلطة واحدة من بين 48 مدرسة في لواء درعلا في منطقة الأغوار لكن ما يميزها عن غيرها من المدارس أن الجميع فيها يعملون بلا كلل أو ملل لإبراز مساحة البيئة التشاركية ضمن الأنشطة اللامنهجية بهدف زرع بذور الإبداع وحب الفن في نفوس الطلبة رغم ما تواجهه المدرسة من قلة الموارد عندنا ما في بنية تحتية البنية التحتية متهالكة في عندنا البيئة هون يعني فقيرة المنطقة كلها تمنطقة فقيرة البناء عندنا بناء مستأجر إحنا رغم يعني شح الموارد والبناء مستأجر لكن أنا بركز على الطالب أساليب التواصل في التعليم والخروج عن الطابع النمطي لا ينحصر بمجتمع معين أو فئة أن تخلق من لا شيء شيئا يحفز الطلبة على حب الموسيقى والفنون هنا يكمن الإبداع نحو بيئة تعليمية مثلا في المبادئ والتطبيق العملي فالمثابرة لا تعرف عنوانا أو مكانا وهذه الصفوف الضيقة لا تقف عائقا أو مبررا للعجز ما يميزنا في مناطق الوادير على أنه في عنا بعض المناطق اللي فيها بؤر الفقر وبيئة مختلفة عن باقي المناطق وبحاجة لتعزيز فإحنا وجهنا بصراحة أنه معظم المدارس لتنمية طاقات الطلاب واستغلال واستثمار الموارد الموجودة في البيئة المدرسية أثناء التدريب أثناء العمل الفقرات لاحظنا كم عندنا طلاب عندهم شغف عام شكل عام بالنشاط اللامنهجي طلاب عملوا على بناء مجسم للمدينة الوردية ليكون لديهم تصور وخطوات واضحة المعالم لبناء مستقبلهم ولتكون الأنشطة اللامنهجية توازي الأكاديمية وتكون الأنشطة ضوابة أمل إلى صفوف الإبداع وليدرك الطالب ميوله ومواهبه الدفينة رغم تواضع الموارد المادية إلا أن هذا لم يكن مبررا أو سببا للتقاعص لخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في مدرسة الروحة الأساسية في درعلة لعل هذه العدوى الإيجابية تنتقل للجميع إحياءا للروح الإبداعية وتعزيزا للهوية الوطنية أيمن لحمود المملكة دير علا وللحديث عن النشاطات اللامنهجية في الوزارة معنا مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم السيد زيد أبو زيد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة صباح الخير صباح الخير على كل مشاهدي المملكة مشاهدي الوطن هذه الفضائية الجميلة التي عنيت تماما بتقديم الصورة التي يريدها المواطن فبالتالي كانت نقلة نوعية في الإعلام الأردني فأصعد الله أوقاتكم جميعا وكل صباحكم شكرا لك هذا واجبنا سيد زيد يعني مثل ما تبعنا ضعف الموارد المادية ليس شرطا أن لا تبدع وأن لا تبحث عن الإبداع في الأطفال وفي مدارسنا كيف يمكن تعميم هذه المبادرات والفعاليات على عدد كبير من المدارس برأيك يعني أولا أنا سعيد جدا أن تهتم فضائية المملكة وكل الإعلام الأردني على كل حال بهذه المؤسسات التربوية خاصة في البيئات الأردنية الفقيرة التي لا يتوافر لها كل مقاومات النجاح ورغم ذلك تحقق نجاحات غير عادية في التعليم وفي النشاطات وزارة التربية والتعليم لديها إيمان مطلق بأن النشاطات الصفية واللا صفية هي جزء رئيس من تكوين شخصية الطالب وإظهار الإبداعات التي يمتلكها وأن المعرفة لم تعد في ثقافة وزارة التربية والتعليم أساسا هي فقط أساس لإظهار الإبداعات والقدرات والمهارات التي تمكن الطالب من الاندماج في مجتمعه وتقبل المرحلة القادمة التي ينتقل فيها الطالب من المدرسة إلى الحياة العملية فبالتالي لا بد من تملكه مهارات الحياة هنا اسمح لي بس بمداخلة فعليا لما نحكي على أرض الواقع التطبيق العملي للنشاطات اللامنهجية وانت بتحب تسمية لامنهجية بتحب تسمية صفية ولا صفية ولكن دعنا نأخذ هذا المصطلح كيف الوزارة تسعى إلى تطبيق هذه المبادرات وهل يتم دراسة أثرها على المجتمعات يعني أنا لما أعمل أنشطة لامنهجية هل يتم دراسة الأثر على المجتمعات هل تتطور فعليا؟ يعني أنا لابد أن أربط لك بعض الموضوعات في بعضها البعض حتى تتمكن من أن تستكمل الصورة بأكملها النظام التربوي الأردني أولا لنتفق تماما النموذج التربوي الأردني لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون نسخا عن أي نموذج عالمي متقدم تراه أنت جميلا لأن جميع النماذج التربية في العالم منظريها يقولون أنها لا زالت في بدايتها وأنها لا بد أن تكتمل خطوة بخطوة تبعا للتجربة التي يتم تنفيذها على الأرض لذلك النموذج الفلندي مثلا نتم الحديث عنه خلال أيام الماضية الآن أعيد النظر فيه وبدأ يدخل فيه مفردات جديدة وبدأ يتم التحدث عن تقصير اليوم الدراسي وزيادة الوقت المخصص للنشاطات فيه النموذج السنغافوري نموذج آخر النموذج اللباني نموذج اليوم الطويل الذي يعتمد على الحصص الصفية بحجم مساوي للحصص اللاصفية أو النشاطات الصفية والنشاطات اللاصفية الآن في الأردن بعد ما اكتشفنا خلال العقود الماضية أننا فقط نعتمد المعرفة أساسا للتعليم وأن النموذج يجب أن يصبح فيه التعلم هو الأساس وليس التعليم عندما تتحدث عن الانتقال من نموذج التعليم إلى نموذج التعلم أنت بالضبط تنتقل من التلقين والحشو والطرائق التقليدية للتدريس إلى إظهار إبداعات وقدرات الطلبة لتكون منظومة قيمية جديدة عند الطالب على أرض الواقع التطبيق هذه لا يمكن تحقيقها إلا بالنشاطات لذلك في نهاية العام الماضي الدراسي الماضي فكرنا بجلسات من العصف الذهني داخل إطار وزارة التربية والتعليم وكان وقتها معالي الدكتور عمر الزاز وزير للتربية والتعليم وأصبح الآن دولة رئيس الوزراء بكيفية إدخال النشاط إلى حياة كل طلبة المدارس بغض النظر عن البنية التحتية الموجودة في المدارس لأن هناك نماذج في العالم وفي الأردن حققت فيها إنجازات باهرة على الرغم من تدني مستوى البنية التحتية في بعض المدارس لدرجة أنه في مسابقة للرياضيات في إحدى قرى إربد الذي حصل في المركز الخامس على العالم مدرسة مستأجرة إمكانياتها محدودة جدا ولم تحصلها مدارس ذات منية تحتية متقدمة ومكتملة المهم فاتخذنا القرار الاستراتيجي في وزارة التربية والتعليم وهو أن يكون هناك 20% من وقت اليوم الدراسي للنشاطات الصفية واللاصفية أعذرني لضيق الوقت سؤالي الأخير بدنا المشاريع التي تعملون عليها الآن وتطبيقها قريب أنا كمواطن سأشوف الفرق قريب الآن لدينا دليل للنشاطات يتم إعداده خلال هذه الأيام ويطبق في جميع مدارس المملكة بالإستثناء في الفصل الثالي هذا الدليل يمكن وزارة التربية والتعليم للتحدث عن النشاطات بثلاث مسارات أولا النشاط العابر للحصص الدراسية والتي يطبق من خلال المختبرات الحاسوبية والعلمية وحصص الرياضة وحصص الفن وآخره والثاني أندية النشاطات في جميع المدارس والتي تعنى بأخذ المبدعين في النشاطات المرحلة الأولى وجعل هناك أطر مكان جامع لها وهذا يمكن أن تبرز الإبداعات المتخصص فيها الطالب والتي تعكس خدراته الحقيقية والثالث النشاطات التي تدرس في جميع المواد الدراسية بلا استثناء والقائمة مثلا على المسرح والدراما والموسيقى والمواهب الأخرى للطالب وهذا كله يكون باكيج واحد موجود بين إدين جميع المدارس وفي نفس الوقت سنعمل بالشراكات مع كل المجتمع الأردني على أن نجعل من المدرسة بأجاذبة وأن نجعل ولي الأمر والقطاع الخاص شريك في تطوير العملية التعليمية التعلمية طيب المفروض نحكي مع نهاية الفصل الدراسي الثاني عن أثر هذا المشروع وتطبيقه على كل المدارس في المملكة نبدأ أشكرك جدا سيد زيد أبو زيد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم على وجودك معنا اليوم ياتك الفاتر أسعد الله صباح